في ذروة الحديث عن أزمة قوى بشرية في الجيش الإسرائيلي من جراء الخسائر التي مني بها خلال الحرب على قطاع غزة والجبهة اللبنانية استفقت إسرائيل على صدمة مدوية إثر تهديد الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين إسحاق يوسف بالهجرة الجماعية لليهود الحريدين من إسرائيل في حال إرغامهم على الخدمة العسكرية إذا أجبرون على الذهاب إلى الجيش فسوف نسافر جميعا إلى الخارج سنشتري تذاكرة ونسافر لا يوجد شيء كهذا على هؤلاء العلمانيين أن يفهموا أنه من دون دراسة التوراة ومن دون تعلم التوراة ومن دون المدارس الدينية فلن يكون هناك وجود وحتى لن يكون هناك نجاح للجيش تصريحات الحاخام يوسف التي جاءت على خلفية النقاش حول قانون تجنيد يحقق نوعا من المساواة بين المتدينين والعلمانيين في تحمل عبء الخدمة العسكرية أثارت عاصفة ردود في المنظومتين السياسية والحزبية ورأى فيها البعض وصمة عار وطعنا في الظهر لعناصر الجيش هناك جمهور واحد يستلقي وهو مستيقظ في الليل منذ خمسة أشهر ويخاف من التلقي على الباب يعرف هذا الشعور إذا سمع خطوات على الدرج يجمد الدم في عروقه وجمهور آخر إذا سمع الخطوات نفسها فهناك من جاء لزيارته وفيما أعادت هذه التصريحات رسم خطوط الصراع بين متدين حريدي يرفض الخدمة العسكرية ومتدين صهيوني يؤيدها نكأت بحسب مراقبين جرحا عمره خمسة وسبعون عاما ناتج عن التمييز بين دم ودم وهو الأمر الذي يسعى تحالف الديني اليمني إلى شرعنته عبر قانون يسهل على الحريديم أكثر فأكثر التملص من الخدمة العسكرية بعد تكريسه على أرض الواقع منذ عقود